خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما إلى البقيع ومعه رجل من أصحابه اسمه أبو مويهبة رضي الله عنه فقال إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فخارج عليه الصلاة والسلام إلى البقيع وهو بصحبة أبي مويهبة فاستغفر لأهل البقيع ثم قال عليه الصلاة والسلام إني أعطيت إني أعطيت خزائن الأرض والخلد فيها ثم إني خيرت بينها وبين ما عند الله فاخترت ما عند الله فقال أبو مويهبة رضي الله عنه بل اختر الخلد يا رسول الله اختر الخلد يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لا يا أبا مويهبة إني اخترت ما عند الله إننا جميعا نحفظ الأسر الآخر الحديث الآخر الصحيح أيضا الذي قاله عليه الصلاة والسلام في مسجده فقال إن عبدا خير بين خزائن الأرض والخلد فيها ما عند الله فاختر ما عند الله فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بل فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا يا رسول الله فنظروا جميعا إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يفهموا ما علاقة قول النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا خير وبين قول أبي بكر قالوا فكان أبو بكر رضي الله عنه أفقهنا وأعلمنا بزكاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكي عن نفسه أما مع أبي مويهبة فإن رسول الله عليه السلام حكاها بوضوح وهناك فرق آخر بين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إن عبدا خير بين خزائن الأرض والكلد فيها ما عند الله فاختر ما عند الله أما حديث أبي مويهبة فإنه قال عليه الصلاة والسلام إني أعطيت أعطيته خزائنا الأرض والخذ فيها كل الدنيا في لحظة من اللحظات كانت ملك الرسول كل الدهب اللي عنك شايفها كل الأراضي والعقارات والأملاك كل الملك كل الملك اللي في الدنيا اللي عنك شايفها اللي اسمعت عنه واللي ما اسمعتش عنه الأرض كلها جاء لها لحظة من اللحظات كانت ملك سيدنا محمد عليه السلام وبعد ما امتلكها في إيده أعطيت أعطي الخلد ألا يموت أن يبقى في الدنيا حيا أبديا لا تنتهي حياته إني أعطيت خزائنا الأرض والخلد فيها ثم إني خيرت بينها وبين ما عند الله فاخترت ما عند الله فقال أبو ميبا بي أبا أنت وأمي رسول الله بي أبي أنت وأمي رسول الله اختر الخلد اختر الخلد ما تموتش ما تموتش قال لك عايش انت لا ما تموتش انت اللهم ارزقنا حسن الخاتمنا اللهم اختم لنا بخير واجع العواقب أمورنا إلى خير فاختار ما عند الله انظر إلى أبي ميهبة رضي الله عنه ورده لعلك تذكر في اللقاء السابق لما ذكرت لك الصحابي الذي قال خشيت إن دخلت الجنة ألا راك انظر إلى حالهم انظر إلى حنزلة رضي الله عنه ورده وهو يبكي فيستوقفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورده فيقول ما لك يا حنزلة فيقول نافق حنزلة نقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الجنة والنار فكأن رأي عين فإذا تركناه عسفنا الأزواج وعالجنا الضيعات ولعبنا الأولاد نسينا كثيرا فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورده والله إني لأجده مثل الذي تجد بنا إلى رسول الله كان حياة كان هو الحياة لم يكن شيئا في الحياة كان هو الحياة قال أنس رضي الله عنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء ولما مات عليه الصلاة والسلام أظلم من المدينة كل شيء كان يوما مظلما يوم أن مات عليه الصلاة والسلام ويمسك بأبي هو بأبي هو وأم بأبي هو وأم يمسك بلجام ناقة معاز رضي الله عنه ورده يودعه ويمظر معه إلى غرفته التي سيدفن فيها بعد أيام عليه الصلاة والسلام ويمظر إلى معاز فيقول لعلك أن تمر غدا بمسجدي هذا وتمر بقبري فبكى معاز رضي الله عنه ورده إن حياة النبي عليه الصلاة والسلام وإدراك ذلك تستحق أن نعيش من أجلها من أجل أن معوض هذا الحرمان من وجوده عليه الصلاة والسلام لهذا فإن كان اللقاء السابق بعنوان غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة فليكن عنوان هذا اللقاء فداء شرب من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم